السلام عليكم البرلمان الإيراني قادرون على استياض الغواصة النووية الأمريكية لم تكن مشتركة في القناة فاشتركوا إذا كنت من المشركين لا ننسى الإعجاب بهذا الفيديو قال النائب الأول لرئيس مجلس أشطور الإسلامي أمير حسين قاد زادة هاشمي إن إيران ليست قلقة من عبور الغواصة النووية الأمريكية مذيقة هرمز ودخولها مياه الخليج وقال أمير حسين قاد زادة هاشمي في مقابلة تلفزيونية القوات الإيرانية قادرة على استياد الغواصة النووية الأمريكية يو اس اس جوجيا بشبكة صيد إيران ليست قلقة من التحركات العسكرية الأمريكية مؤخرا في بياه الخليج على حد قوله وأضاف ليست هذه المرة الأولى التي تحدث فيها هكذا التحركات ولم يحدث أن يكون الخليج خاليا من التواجد الأجنبي فقد أقامت بريطانيا والولايات المتحدة قواعد في الخليج وإنما تواجد هاتين الدولتين فهذا يعني أن إسرائيل قد تسللت وتبع هذه القواعد باسم بريطانيا والولايات المتحدة لكنها رسميا بأيدي إسرائيل وطبعا نحن لا نعترف بإسرائيل كدولة بل هي جزء من هوية الولايات المتحدة في غرب آسيا لذا فهذا ليس جديد ولا جيدا بالنسبة لنا وقال عندما لم تكن لدينا الأدوات التكنولوجيا ولم تكن لدينا القدرة على المواجهة لم تستطع الولايات المتحدة وإسرائيل حينها فعل أي شيء أما الآن فأيدينا ممتلئة وكما فمكننا من إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة العام الماضي يمكننا في أعماق الخليج بسهولة استياض الحيتان الأمريكية بشبكة صيد لذلك لن نقلق كثيرا بشأن ذلك وأضف سواء كانت هذه غواصة نوبية أم لا فهذا مصدر قلق للدول العربية في الخليج والتي تعتمد على تحلية المياه في الخليج وبحر عمان وفي حال وقوع انفجار نووي في تلك المنطقة سيؤدي ذلك إلى تلوث المياه بمواد مشعة وسيتم تدمير محطة تحلية المياه في الدول العربية في الخليج وستكون ظروف تلك الدول معقدة وثبع عندما يقترب مننا العدو تزداد تقتنا لأنه يصبح في مرمانة ولكن عندما يكون العدو بعيدا عننا يزداد قلقنا المدار الأمني لإيران يمر بين الخليج إلى بحر عمان وحتى مدار 30 درجة شمال المحيط الهندي وأي شيء يدخل على هذا المدار سواء كانت غواصة أو حاملات طائرة سيكون في متناول أيدينا لن يكون هدفا نضربه بالفاكي لكننا سنأخذه ويصبح ملكا لنا في الأخير إذا كنتم من المهجم بعد النووي من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد وشكرا